وهنا نقول لهذا الذي يرهم اليوم سواء الشنغريحة أو بن علي بن علي أو الراجعين أنت الدمويين تسعينات أو تبوت مصيركم كله سيكون بائس إذا لم تستمعوا للشعب وحديثكم واتصالاتكم مع البعض بما فيه هنا وصل الانتصال على أن واتحدث إلي شخص طبعا بما أن الحديث كان خاص لن أذكر اسمه حديثكم باطل لا يقبل به أي عاقل نحن ليس لدينا قضايا خاصة حلوهانا نحن لا نحتاج جوازات صفر سواء اللي عنده الجواز منا أو اللي ما عندوش نحن لا نحتاج مناصب نحن لا نحتاج مال سواء اللي عنده ما يكفيه أو اللي ما عندوش نحن نحتاج استقلال الجزائر وحرية الشعب الجزائري المعركة اللي بيننا وبينكم هي البلاد وليست قضايا خاصة لن تجدوا شريفا واحدا يحمل أو شريفة واحدة يحمل ويعرف معنى الشرف ومعنى الكرامة يقبل اتصالاتكم لأننا نعرف أنها سراب أنها أوهم الحل واضح الحل تبدو فيما صار دولة مدنية الحل تبدو بالفعل في القول من ستين سنة من حكم العسكر خلاص بعد خمس شهور تجي خمسة جويلية في 2022 ستين عام على ما يسمى بالاستقلال ستين عام الحل هو أن تقتنعوا قناعة راسخة بأن المخرج لكم وللشعب الجزائري ولقيام دولة حقيقية هو أنكم اتنحوا نظرية أن الجزائر غنيمة بيتندقير كما راكم تتصرفوا اتنحوا نظرية أنكم أنتم فوق الجزائريين تكلم هنا على الجنيراليت اتنحوا نظرية أنكم تم تعرفوا مصلحة الوطن الخير من الشعب الشعوب هي اللي تعرف مصلحة الأوطان والشعوب لا تظل الشعوب في عمومها لا تظل قد يظل خمسة في المئة من الشعب عشرة في المئة خمسة في المئة عشرين في المئة لكن الشعب بشكل عام لا يظل ولا يخون وطنه الشعوب هي اللي تتافع الأوطان في النهاية من حرر الجزائر جزء من الشعب الجزائري اللي كان مستعمر هو اللي حررها من جاوا ناس من عالم آخر جزائريين كانوا تحت الاستعمار شعب الجزائري هو اللي حررها وشعب الجزائري هو اللي يبني بلاده وشعب الجزائري هو اللي يدافع عليها روح قول غدوة قوة خارجية تدخل لو كنت شعب يدافع لكن شفناها في أماكن أخرى وإن كانوا الطغات دخل الدول الخارجية الشعب شاف روحوا معندوش علاقة بالموضوع بيناتكم بينكم وبين نظام القائم إذا رغبتم في حل حقيقي التلاعب هذا واروح نعطوك باسبور واش يخصك هذا ما يمشيش مع الأحرار قد يقبل واحد هنا ووحدة لهيه واحد ربما جاوز الستين وحب يدخل للبلاد واحد ربما عياه وطال عليه الأمد واحد ربما طمعه باسبور ومعندوش باسبور ممكن هذه استثناءات فقط القوة الحقيقية رجالا ونساءا لن يقبلوا ما تسوموناش نحن لسنا هنا للمساومة نحن لا نسومكم نحن لا نطالب شيء خاص يكلمني قتلوا قتلوا ما نحتاج لا فاسبور لا قال لي لكن مليح تدخل للبلاد وتشوف الوالد والوالدة وهل هناك شيء أغلى من الوالد والوالدة نعم المبادئ المبادئ أغلى من الوالد والوالدة القيم التي نؤمن بها أغلى من الوالد والوالدة لأن الوالد والوالدة أنفسهم لن يسمحوا لي أن يفرد في مبادئ وقيمي من أجل أن نشوفهم إذا ما نشتونش الدنيا نشوفهم في الآخرة بإذن الله ونحن نؤمن بذلك نحن نؤمن بعمق بذلك وهذا المثال لي والإخواني اللي فقدوا أمهاتهم أو آباءهم أو ما زالوا أمهاتهم وأباءهم وقد لا يرونهم أبدا مبادئنا وقيمنا لن نتنازل عنها تحت أي ظرف كان تحت أي إغراء أي ترهيب والله ندخل للقبور تدخل معنا مبادئنا وقيامنا ولن نتراجع أبدا نحن لا نطلب منكم شيء نحن لا نريد قطع رؤوسكم نحن لا نريد وضعكم في السجون نحن بالعكس نريد أن لا تسقط قطرة الدم ونريد فقط أن الجنرالات يعودون إلى الثكانات والكبار يذهب إلى رتريت والجزائر تكون دولة مدنية والشعب يقرر مصيره هو اللي يختار اليوم يختار هذا اليوم يختار زيد يختار عمر بعدين يختار سعيد بعدين يختار عمر بعدين يختار عبد القادر أو خديجة أو عائشة أو فاطمة أو ما نشعارف سارة أو يختار الشعب هو اللي يختار ما كم شو أوصياء عليها ما زال عندكم الفكر الواصي لكن أثبتتم أنكم خونا بعض الجنرالات خونا وأنتم مارك تحكموا فيهم خونا عارفين هذا الشعب هذا الشعب مهما سجنتم مهما قمعتم مهما اشتريتم كاين ذي من تشتروها موجودة في كل المجتمعات وفي كل الشعوب كاين مرتزقة جزائريين تشرهم كاين هاو كاينين حتى في الخارج وأنا شوفنا تبورة عندهم وما يخصهم ولا شيء وبعضهم يدي ربعين خمسين ألف دولار في الشهر بعض منهم يدي ما يقارب مليار في الشهر مليار بالسنتيم الجزائري في الشهر ومع ذلك راحوا يتذللون عن تبون لأنهم مرتزقة لأنهم مرتزقة لأنهم يركعون للحاكم لأنهم مع صاحب القوة وليس مع صاحب الحق حتى وإن تموضعوا يوما ما أو لبسوا لباس حراكي وهم كاذبون شفناهم لكن كاين في الجزائر اللي ما يلقاش قوت يومه ولن يتراجع على دولة القانون ولن يتراجع على حرية شعب جزائر تعرفوه منتم كنتوا تعتقلوا ناس ما عندهمش بش يرك في الكار بش يرجع للمدينة لجمنها كنتوا تعتقلوهم وتلقوش عندهم قيمة صندويش كنتوا تعتقلوهم وشايفين بلي لبستهم اللي لابسينها قديمة ما تتبعش حتى بعشر الاف بالصح ما كنتوا قادرين تشيروهم ودار كاركم ساجنين ناس وعرضتوا عليهم باش يقولوا يخرج يدير يدير تصريحات ويسب فلان وفلان 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 وهما معدامين وهما عندكم وكالوا يتعرضوا للتعذيب وقالوا لكم لا نفضلوا الموت على الخيانة احنا ما طلبناش المحال طلبنا نهضة البلاد طلبنا حرية شعب طلبنا كرامة الجزائر والجزائريين ما طلبناش الحال ما كنت تشوفوا وراه الجزائر اليوم ما كنت تشوفوا في الاف جزائرين في السجون في أوروبا وفي غير أوروبا ما كنت تشوفوا في الاف جزائريين تائهين وبعضهم لا يجد إلا أن يسرق ويبيع المخدرات باش يأكل ما كنت تشوفوا في الخارج لا هيك على الداخل ما كنت شوف في الملايين تاع الجزائريين اللي يعيشوا مرارة ليس لا حدود ملايين اللي مش لقين عمل ومش لقين خبز ومش لقين سكن ومش لقين ملايين ما كنت شوف فيهم وين رايحين أصحاب الكرامة الكرامة حقيقية وعندهم مبادئ حقيقية والله لو جبتونهم من الأرض ذهبا ودولارات ويروأت ودينارات ما تغيروا أما المنافقين فإنكم ممتشتروهم بأي شيء واحد دبروا له سكنة واحد دبروا له باسبور واحد فقط يتلاقى يهتبون يسلم عليه يعتبر باللي كأنه نزلت عليه الملائكة أو فتحت له ليلة القدر واحد يحتاج برك أنه يسفروا له من بعيد واحد يحتاج برك يخلصوله ولا يعطوه قرع عديفان هذا ما كان كاين ناس هكذا خاص جدا ما تحتاجوش تعبوا معهم رواحكم أما الأحرار والله ما تفعلوا شيء ما تغيروا شيء نقول هالكم لن يقبل أي حر هذه المساومات لأنكم تنظروا على أساس أنها قضايا خاصة ويحتاجوا قضايا خاصة بيننا وبينكم الجزائر تتركون الجزائر لشعبها ما نقول لكم نقول هنا لينا نحن قلنا لكم أنا فيما يتعلق بي وحتى بعض خوتي في حركة رشاد قالوا لكم ما نش معنيين لا بالسلطة ولا بالحكم ولا بالتنافسكم لا كنتم ولا غيركم لا أنتم ولا بعض اللي رحموا في الحراكة وبعض سلالات جزائرين آخرين ما نش ما نش في أصلا ما ندخلوش معاكم لا في أي منافسة بيننا وبينكم حرية الجزائر والجزائريين استقلال الجزائر والجزائريين كرامة الجزائر والجزائريين هؤلوا اللي بيننا وبينكم والله لو بقيت وحدي في هذه الأرض أنا شخصيا لن أتراجع أبدا وأنا أعرف أنا ليس الوحيد بل أنني واحد قطرة في بحر من الأحرار اللي لن يتراجعوا أبدا لن يتراجعوا أبدا لأنهم يحملون مبادئ ومقيم تساوي كل أملاك الدنيا وأموال الدنيا وشهوات الدنيا وما في بالكم أنتم أنتم ما زال تفكروا بالمفهوم الشهواني أروا إحنا أعطوك دار رحنا أعطوك أرض رحنا أعطوك منصب رحنا أعطوك وزير رحنا أعطوك من إش عارف من للأسف لم تفهموا طبيعة من تسارعون ومن يسارعكم سلميا وسنستمر بإذن الله هذا لا يعني أننا لسنا دعاة سلام هذا لا يعني أننا لسنا دعاة لم الشمل هذا لا يعني أننا لسنا لا نريد حل البلاد بل بالعكس بل بالعكس أملنا عملنا أهدافنا هو أن نصل لحل البلاد نصل هذا الخنقة اللي رأي عيشتها عيشها الشعب الجزائري وعيشينها الناس تنفرج وهو ممكن أن تنفرج إذا كان الجماعة اللي رأي متحكمة اليوم في البلاد فهمت أولا أن الشعب الجزائري لن يتراجع حتى وأن سكت قليلا وهو تراجع قليلا لن يتراجع الفكرة الرئيسية دولة مدنية مش عسكرية دولة القانون أمر ثاني الأوضاع الدولية تغيرات هذه اعتمادكم تم على بوتين اللي هو كان أكبر داعميكم من أكبر والدعم الأكبر لكم هي فرنسا حتى لما تبان بالليبناتكم خصوا ما هنا خصوا ما له زعفتوا عليكم ما زعفوا عليكم ما هنا زعفتوا له الأصل أن فرنسا هي الدعم الأول لكم ثم الروس فرنسا رأي في حيسا بايس كما يقال بالعربي هذا العدوان الروسي على أوكرانيا يجعل أوروبا كلها في اللعب بالعالم كله قد يكون في اللعب أنتم الآن ما تخدروش تجيبوا قفعة تغيار من روسيا 85% من سلاحنا من روسيا 85% طايرة اللي كانت باش تروح من الجزائر قبل ثلث أيام طايرة هذه الأسبوعية إلى موسكو قال لكم رشو رشو ما عندكم شو ينتروح الأجواء مغلقة يعني الآن ستنقطع العلاقات مع الروس ولا لازم تكون تمروا على ما نشعارف قطر والصين وما نشعارف تديروا لتور ديمونت باش توصلوا لموسكو هذا إذا مجاش بلدان واحدة أخرى مجاورة لها أسيوين وقطعوا لكم الأجواء لأن الغرب هذا روي شوب اللي هذا المعركة مع بوتين اللي أخسرها انتهى الغرب ليربح هذا المعركة ينهي الآخر طبعا كل المعطيات تقول أن بوتين هو الذي سينتهي لأن قد تحدث مفاجآت قد تحدث أشياء قد يحدث حتى حرب نووية ولو جزئية قد يحدث كل شيء كل الاحتمالات اليوم ممكنة وفي كافة الأحوال كيف ما انتهت هذه القضية سيزداد للعالم توحشا وستسقط أنظمة حكم أو في مصر بذلك الغضب يتعظم على الخبز لأن الأسعار لأن مصر أيضا مثل الجزائر مصر هي أول مستورد للقمح في العالم وتأتي بعدها الجزائر وأوضاحهم ستعود في مصر أيضا برغم كل ما فعل السيسي أكثر من ستين ألف معتقل وقتل الآلاف وشرد مئات الآلاف لكن ستعود الدورة الدورة هي عملية الدورة كيف ما انتهت هذه القضية وضعكم سيكون سيئة ويزداد سوء وما تظنوش لارتفاع أسعار البترول والغاز ليس حين تستفيدون منها كثير أنتم معارفين هذا الغاز لأن المدى البعيد وبالتالي الأسعار الخيسة دايرين عقود قديمة لا تقدرش تغيروها حتى تعود تجديدها بعد سنوات أما البترول فإن الإنتاج ضعيف أصلا وما راكمش واصلين أصلا للكوطع وثانيا اللي تزيد في أسعار البترول تروح في أسعار القمح وفي أسعار المواد اللي تدخل في صناعة الزيت والذرة والمايس والشعير وفي أسعار أخرى ترتفع نهيك على الأسعار العامة في العالم أجمع سترتفع السيارة ترتفع والجزائر تستورد كل شيء كل شيء سترتفع أسعاره تقديرات أن هناك تضخم عالمي قد يصل في المعدل إلى 7-8% بدل ما كان في المعدل يدور في 2-3% معدل عالمي كنقوله هذا الارتفاع هذا ضخم في الجزائر راح تكون الأمور تزيد 30-40% أقل شيء خاصة مع الطريقة الإجرامية اللي يكون ديرينها بإنهيار دينار زاد نهار دينار اليوم ومش فقط زاد نهار ديرين سياسة أنه مع نهاية هذا العام يوصل الدولار إلى 150 دينار ومع نهاية العام الجاي يوصل إلى 156 دينار هذا في سعر رسمي بمعنى أنه في سعر السوق سيرتفع أيضا من اللي جاتبون الخفاض في العملة يدور في 23-24% وكل يوم ديناره يخفض أكثر مما يعني أن في النهاية الناس تدفع أسعار أكثر تدفع أموال أكثر قيمة الاتفاع في الأسعار لأن الدينار ينهار فما بالك أن الأسعار تزداد عالميا أصلا أنصحكم العالم يزداد توحش والصراع العالمي في أقصى حدوده داعمكم واحد من الداعمين الرئيسين لكم الروس في وضع حرج الاتصالات معها أصلا تكون مقطوعة ما تخدرش جيبه حتى قطع الغيار للطيارات ما تخدرش تحب تبعثه حتى الضباط اللي رحوا يتدربوا وقد تدوم الأمور لأشهر إذا ما أنهوش بوتين قد تدوم لسنوات مدام بوتين حي خلاص انتهت القضية لأنه بينه وبين الغرب وقعت قطيعة كبرى أعتبروه بأنه قام بخيانة لهم وكان أعطاهم وعود بأن لا يقوم بالغزو وهذه القوى الغربية كما تعرفوا مش بسيطة يعني هذه قوى استعمارية إمبريالية عالمية طاغية ظالمة ولن تتراجع لأنه عارفين أن تتراجعهم معناها الصين تاكلهم أيضا ولديهم القدرة على الضغط وبشدة مش لا سيألمون لكن الروس سيألمون أكثر فأنتم الأحسن لكم أن تتفهموا مع شعبكم تتفهموا مع شعبكم هذا هو المخرج روما يحكيوا معكم للروس للفرنسيس للمريكا للإنجليز للألمان للطرق لا غيره عندما تصل ساعتكم بل بالعكس تخلصوا منكم ويقولوا خلنا منه هذا نظام مغلق كوريا الشمالية في شمال إفريقيا بالرغم أن مستفيدين منكم مستفيدين لأن تم ضعفتوا الجزائر الأقصى الحدود أنصحكم قبل فوضة الأوان في 2013 عندي فيديو ننصح فيه الجماعة اللي كانت حاكمة أنا ذاك السعيد بودفليقة وعب العزيز ويحيا وتوفيق وكذا نقول لهم استمعوا رهي جاية الأمور رهي جاية استمعوا من الأفضل لك وانتا استمعوا ما سمعوش خرم في السجون أو دخلوا للسجون تعرضوا للتعذيب كما توفيق وبعضهم حتى راتخلوا القبور استمعوا استمعوا رهي جاية حاجة يسموها حركة التاريخ في المنطق البشري وهي يسموها عندنا نحن المسلمين سونن الله الكونية هذا الشعب مش رح يتراجع تخوفوا حينا تعتقلوا منه تسجنوا تخوفوا تضغطوا هذا قع ممكن تجوعوا تفقروا هذا قع ممكن لكن في النهاية سينطفد لكن الخوف ان قد تكون انتفاضة عارمة شاملة ثورية قد تكون حتى عنيفة ونحن لا نريد ذلك يعني نعرف ان العنف مشكلة دائما تبهوا بدل من هذا الحالة اللي عيشتها البلاد والبراجات والإغلاق والرشاوي والغرامات والأسعار المرتفعة والمدن اللي هي أصبحت الزبالة ومنشها خلوا البلاد رفعوا البراجات افتحوا تجارة خلونا استخدم خلونا استنتج نقصوا الضرائب نقصوا المشاكل نقصوا التدخل الإداري افتحوا المجال في الفلاحة وفي الصناعة وفي التكنولوجيا وفي التجارة ملايين سيشتغلون البلاد عشر مساحة في العالم البلاد فيها هائل الإمكانيات نتع التطور بس هركم عايشين في عالم آخر ركما عايشين في الدنايل في الإنكار هاي نصحتنا إليكم وثم أدبر رأسكم لكن دايما ديروا في بالكم إذا لم تستمعوا للعقلاء سيأتوكم يوما ما غير العقلاء ومبعد يرحلوها بسرنكم ترجمة نانسي قنقر